للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء بحري أركان حرب إيهاب البنان رئيس شعبة المساحة الأسبق سيادة اللواء أولا بعد التحية الغواصة S43 تتسلمها بالأمس القوات البحرية المصرية ما مدى أهمية انضمام هكذا غواصة إلى القوات البحرية المصرية في هذا التوقيت؟ صباح الخير صباح الخير اللي هي من ضمن صفقة أربع غواصات ألمانية الصنع والتعتبر من أحدث فئة من هذه الثلاث في العالم التخطيط أو الغواصات دي ما كانش كده جات كده جات نتيجة تخطيط وخطة مطموحة وفكر استراتيجي وتطور القيادة العام من القوات المسلحة وضعته بتزديد من القيادة السياسية علشان زوج قواتنا البحرية بأحدث مواصل ألم لأن الأسلحة زوج كفاءة وقدرة قتالية عليها كان سمارة للفكر ده هو تنامي قدرات قواتنا البحرية بشكل هائل خلال ست سنوات وصلت إلى حال بالوقتي من المزان القوى البحرية وشكل يتجه بشدة إلى صالح قواتنا البحرية في المسرح البحري الحمد لله احنا دلوقتي من أقوى بحريات المنطقة عندنا اسلحة متطورة هكومية قادرة على التعاون مع أي تهديدات تقع على مكتسابات وبرية مصرح عربية كان هذا فكيزة التطوير ده الهواصات الحديثة الهواصة الحديثة ليه؟ لأنها بتشكل زراع الطولي بقواتنا البحرية وقادرة على تحقيق الردع في مصرح العمليات في أي منطقة في مصرح العمليات لأنها تتميز بخصائص مش موجودة في أي واحدة بحرية لأنها حرية للوصول لأهدافها بسرية تامة تحقيق المفتأة وتوجيه ضربات فتالية مدمرة بواسطة السواريخ المكبسلة والتربيدات وبس الأرغام الهجومية كل ده مصرح تطلو عشان توصل وتتبوأ المكان المناسبة لقواتنا في المنطقة والحمد لله إحنا دلوقتي وصلنا للمكانة دي اللي تقدر فيها تحقق كل أهدافنا وتدافع عن مصادقنا القومية في المنطقة وصلت الرسالة بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء بحري أركان حرب إيهاب البنان رئيس شعبة المساحة الأسبق على هذه التوضيحات